عزمة القص اللي هي ستيرنم بون عبارة عن عظمة مسطخة وممدودة Flattened Elongated Bone والقص بتشكل الجزء الأمامي من القفص الصدري وطولها حوالي 17 سنتيمتر والستيرنم بون بتتكون من 3 أجزاء وهم المانيبريم والستيرنم بادي والزيفويد بروسيس المانيبريم بتتصل بالكلافيكل عن طريق الستيرنوكلافيكلر جوينت وبتتصل بأول زوجين من الضلوع والمانيبريم بتتصل بالستيرنم بادي فبيكونوا أنطرة برزة لقدام شوية اسمها ستيرنم الأنجل أما الستيرنم بادي بيبقى مسنن علشان بيتصل بغضريف الضلوع بداية من الضلع الثالث للضلع السابع والستيرنم بادي بيتصل بالجزء الأسفل وهو الزيفويد بروسيس واللي بيشكل أصغر جزء موجود في الستيرنم بون وبيعتبر مكان اتصال الستيرنم بون بعضلات البطن زي الابدومنال ريكتوس والابدومنال ترانسفيرس موسيلز زي الابدومنال ترانسفيرس موسيلز زي الابدومنال ترانسفيرس موسيلز